هستنى منك الشكل من الحاجات المرفتة يجو جدا في المنتخب المغربي أنه معظم المنتخبات الكبيرة في كاس العالم ده تحديدا هي معتمدة على اسم وبعض الأسماء الجيدة أرجنتين ميسي فرنسا بي إنجلترا هاريكين أسبانيا ممكن بيدري هتلاقي بلجيكا دي بروين يعني هتلاقي بس المنتخب المغربي ما تدارش تمسك فيه نجم هطوله هو ده اللي بيكسب المنتخب المغربي حكيم زياش أشرف حكيم يوسف بوفال رابط يوسين بونو أي اسم معدي هم كلهم اسمارها أجد تقدرش تمسك فيه نجمه وتقدر تمسك فيه كمان الناس دي رايح هتكسر أرقامك يا سيق أيوة أنت بتتكلم النهارده أن الفريدة دخل فيه جون مفيش غير ست فرق بس هم اللي وصلوا سيمي فاينال كاس عالم في تاريخ البطولة دي كلها هم اللي دخل فيهم جون واحد تتكلم عن ست فرق اللي هم فرق تقيلة قوي تخيل أنت على مدار تاريخ كاس العالم فيش فرقة قدرت أنها توصل وها دخل فيها غير جون واحد بس النهارده أنت بتتكلم أن المنتخب المغربي هو أقوى منتخب دفاعي في البطولة حتى الأربعة اللي معاك التلاتة اللي معاك اللي وصلين معاك أنت أقوى منهم دفاعية النهارده الناس كلها بتتكلم إحنا هنعمل إيه النهارده يا سيم بونو الحارس الأفريقي الوحيد في تاريخ كاس العالم اللي يحافظ على نظافة شباكو تلات مرات في بطولة كاس عالم في بطولة واحدة ده رقم بتتكلم النهارده أن يوسف النصيري بيدخل نفسه ويثبت نفسه أنه هو يكون أكتر لاعب عربي يسجل أهداف في تاريخ كاس العالم بيتساوى مع العيبة تانين زي سالم الدوسري ووسام الجابر بالزبط كده وواهب الخزر بس بيسجل نفسه النهارده بتتكلم على شكل فريق أنت مش رايح بس أنا عارف اللي هو أنا مش رايح تمثيل مشرف إحنا تخطينا بقى مرحلة تمثيل مشرف وتخطينا مرحلة أن أنت مبدع وصلنا للمرحلة أنها بكسر أرقام يعني أنا عايز أخذ كاس العالم بالزبط كده يعني عادي هل أنت كنت تتخيل في يوم الأيام أن إحنا وإحنا عادين كده قاعدة في أي مكان أن إحنا نقول أن المنتخب المغربي أو أي منتخب عربي بيلعب سيمي فاينال كاس عالم الجملة دي صعبة قوي الجملة دي لما تتقال اللسان حتى ممكن يغلط فيها غصب حنك بقول في الانت رجوء إحنا محوظين أصلا أنا حبقول الجملة دي أنا بقول للناس أنا بقول إن المغرب في نص في نهاية كاس عالة من المحوظين طبعا أنت عارف ده منشدت في الأهرام اللي هو بيتكتب بالرقعة ده عارف الفونت الكبير طبعا لأن ده حدث ده حدث استثنائي رهيب إنك تشوف فرقة زي المنتخب المغربي بالشكل الدفاعي اللي بيلعبوا بي بزي ما جبالك كان بيتكلم بالتطوير الهجومي اللي بيعابلونا النهاردة فيه كرة في الشوت التاني كان ممكن تقتل المطش وتخلص المطش كان ممكن بكرة سهلة قوي كمية الاستثمار بتاعت الكرات العرضية وكرات السابتة بقت سلاح فتاك إحنا النهاردة عمليين نتكلم على سلاح فتاك دفاعي المغربي بس فيه سلاح فتاك تاني هجومي الكرات السابتة وكرات العرضية ده فيه كمية كور قدام بلجيك أنت استثمرتها قدام كندا كنت بتحاول تستثمرها قدام أسبانيا حتى حاولت إن أنت ما كنتش قادر توصر فأنت بتحاول إنك تستثمر بالكرات السابتة قدام البرتغال النهاردة انت بتستغل لكرة عرضية كروس بيطلع يوسف النصيري جمب وألف الخيال عشان يسجل هدف سابتا فأنت شفتها من يوسف النصيري ومشفتها من كريستيا رونالدو فأنت شفت النهاردة كمية إبداع من المنتخب المغربي قدام المنتخب البرتغالي يخليك أن أنت لازم تسقف وتسكت ومتتكلمش ومتتقولش أي حاجة وبجد مازال اللي بيقولوها دي بجد إحنا مستنين منكو تاني بجد بقيت بجد بقيت عايزة شوف أنا عايزة شوفكو في الفاينل ليه لا اللي خليك تعدي أنا ياسف يعني خليك تعدي بلجيك كرواتيا أسبانيا برتغال لا تقدر تعدي فرنسا وتقدر تروح لبعيد وتقدر ليه ما نحلمش ونقول الناس دي هتلعب فينل كاس عالم النهاردة العالم كله خلي بالك دوري اللي هو واحد من أشهر المعلقين في العالم النهاردة كان بيقول لك Espanee على بعض مباراة واحدة وتلعب فينل كاس عالم ما قالش إن أسبانيا رايحة سمي فينل شوف الجملة اللي هو قالها هو نفسه قال كده قال لك Espanee المغرب على بعض مباراة واحدة وتلعب كاس عالم أنت فاهم حتى الأجانب والعينب الغربي بقى مصدق إن المغرب خلاص رايح تلعب فينل كاس عالم اشتركوا في القناة